موسيقى عزيزي طلبات وطلبات سنوال عامة أهلاً بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم 102 مساء الخير على كل طلباتنا لعزيزي مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية اللي بيتابعونا واللي احنا كالعادة من السنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي ببرنامج وندنه من الكمال الحلقة بتاعتنا نهاردة يكون تحت عنوان هنعمل ريفيجين كده على أهم فنيات سؤال الرايتين وخصوصاً سؤال الإيميل فهنريت نتابع مع أستاذتنا للفضل بعدما نعرفهم معنا في الستوديو هيكون معنا إن شاء الله نهاردة في الحلقة مستر محمد فتح الباب بسير الخير يا فندم بسير الخير يا مستر أهو برحضة لكي الحمد لله تماماً ويكون معنا أيضاً في الحلقة مستر عادل صابر بسير الخير يا فندم أهو برحضة لكي الحمد لله ويكون معنا أيضاً في الحلقة مستر علاء عادل بسير الخير يا فندم بسير الخير يا فندم أهو برحضة لكي تمام الحمد لله ويكون معنا أيضاً في الحلقة مستر أحمد عبدالقادر بسير الخير يا فندم بسير الصحة وجمال بسير الخير يا فندم ويكون معنا في الحلقة أيضاً مستر مصطفى الفئي بسير الخير يا مصطفى إن شاء الله بالتوفيق وتمانيات القلبية بحلقة موفقة وقبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا طبعا زي ما قلتلكم الأساس الأفاضل عم نرفيجن على أهم فنيات سؤال الرايتنج وخصوصا زي ما قلنا من شوية سؤال إيميل وترانسليشن وإن شاء الله الحلقة بتاعت الجمعة القادمة برضو هنكمل بقية الفنيات بتاعت الرايتنج مع جروب آخر من المدرسين فاصل قصير ونرجع لكم تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورجعنا لكم تاني ونبدأ الحلقة بتاعتنا مع مستر محمد فتح الباب ونستأذي المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيتج نومبر وان ونبدأ مع مستر محمد فضل فني طبعا من مرحب كل الطلبة أولا ونبدأ إن شاء الله معهم النهاردة في السؤال الجديد بتاعنا اللي هو الإيميل طبعا احنا اتفاجئنا في اللي هو الامتحان التجريبي وشوفنا سؤال جديد اللي هو بيسأل على الإيميل والإيسي والبارغراف وبيسأل كمان الترانزليشن جاية تشوز فإحنا هنبدأ طبعا نعالج ده كله نبدأ كده على طول عشان ما نضيعش وقت عشان إحنا عندنا إن شاء الله حلقة أدسة ما إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله النهاردة نبدأ على طول كده في أول حاجة الإيميل إيميل إيميل إز شورت فورم آف إلكترونيك ميل طبعا إلكترونيك ميل هو طبعا الإختصار بتاع كلمة إيميل طبعا لو جالي في اللي تشوز ممكن نقول الإلكتريك لا إحنا عايزين إلكترونيك ميل there are two styles إحنا عندنا اتنين من إسلوبين من الإيميل عندنا الفورمال اللي هو الرسمي وعندنا الinformal الinformal بنقول عليه اللي هو ممكن نقول عليه friendly ونقول عليه casual يعني ممكن نقول عليه كده أو كده كمان إحنا عندنا ممكن نقول عليه الفورمال اللي هو الرسمي ممكن نقول عليه مثلا professional precise يعني دقيق شوية لكن الinformal ده بنا وبين بعضينا بين الأصدقاء وكده طيب نشوف كده عندنا بعض الexamples for formal emails اللي هي طبعا الإيميل الرسمي أو الحاجة an email to a customer لما يبقى فيه إيميل انت بعته له زبون مثلا بتقوله يا فندم وكده دي طبعا حاجة رسمية شوية عندنا job application يعني انت بتبعت بتقدم لوظيفة فطبعا بتبعت بصيغة رسمية formal طبعا عندنا كمان في page number two an email to your manager طبعا بتبعت للمدير بتاعك email to your manager a complaint to a shop طبعا بتبعت شكوى لمحل مثلا برضو ده formal بتكتب بصيغة رسمية an email from one company to another من شركة لشركة برضو برضو دي صيغة formal طيب عندنا بقى الinformal اللي هو بقى بين الأصدقاء يعني بين الناس اللي هم قريبين من بعض فبقول مثلا زي ايه examples ايه a birthday greeting to a colleague طبعا ببعت لصاحبي كده دعوة لعيد ميلاد أو بحيي كده هوت فدي طبعا informal a good friend صاحبي قريب مني close friend ببعت له برضو informal social invitation يعني دعوة اجتماعية to a friend ببعت دعوة لواحد يبقى مش محتاج ان انا اكتب برسمية وفيه كمان one of your relatives انت واحد من قريبك مش محتاج ان انا اقول له حضرتك ويا فاندم ده قريبك فايه ببعت له ايه informal دي طبعا الاشكال بتاعة الاميل formal وinformal جميل جدا مستر محمد ننتقل لبيجي number 3 مع مستر عادل صبر فضل يا مستر عزيزي الطلاب اهنا بيكم في برنامج مدرسة على الهوى استكمالا لمستر محمد النقطة number 3 بتقول لي بقول لي ايه ميالز ناواتيز ار ويدلي يوز از زي يار فاست وعايز اقول لك ان الاميلز في الوقت الحالي بتستخدم على نطاق واسع وده لسببين السبب الاول ان هي سريعة السبب التن هي النقطة number 4 بتقول لي او ايه ميالز او ايه ميالز او ايه ميالز او ايه ميالز وعايز اقول لك لو انت مش متأكد هل انت هتبعت رسالة او ايه ميال فورمال رسمي او انفورمال غير رسمي ساعتها من الافضل ان انت تبعت رسالة رسمية طيب هننتقل بعد كده لحاجة تانية اسمها اللي هو الهيكل او المكون الخاص بالايميل طبعا احنا عندنا في الايميل عندنا جزئين رئيسيين اول جزء اسمه هيدر الجزء التاني اسمه بادي طيب اول جزء الهيدر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثري بارت اول بارت اسمه سندر بارت التاني اسمه ريسيفر ودلوقت ودلوقت هنعرف كل حاجة نعرف يعنيه سندر ويعنيه ريسيفر ويعنيه سوبجيكت الجزء التاني اللي هو الباضي اللي هو طبعا زى ميسج اللي هو الرسالة او مضمون الرسالة وطبعا بيختلف طبيعته حسب الكايند اوف الايميل حسب نوع الايميل هل هو هل هو رسمي او غير رسمي طيب تعالنا شوف دلوقت رسمي توضيحي للايميل لك معايا عندنا اول حاجة اللي هو الهيدر فروم بعد كده تو بعد كده سوبجيكت فروم اللي هو السندر وعلى فكرة انا ممكن اقول عليه برضو فروم لايم الجزء التاني اسمه تو اللي هو ريسيفر او بسموه كمان تو لايم او ممكن كمان اسميه ريسيبيانت يبقى تاني نقول تاني يبقى الجزء التاني اسميه ايه اسميه ريسيفر او تو او اسميه تو لايم وممكن اسميه كمان ريسيبيانت الجزء التالت طبعا سوبجيكت اللي هو الموضوع او الطبق اللي هو بسموه the most important part of the email اهم جزء في الايميل وده اللي بيحتوي على the purpose of the message اللي هو الغرض من الايميل او بيحتوي على the reason of the email السبب الرئيسي للايميل طيب بعد كده هندقل للبادي طبعا البادي عبارة عن some parts بعض الاجزاء او الجزء بيسميه greeting اللي هو التحية او بيسموه salutation او salutation او الابنر طيب اللي هو دير الجزء التاني اللي هو البادي اللي هو the message اللي هو the content of the message اللي هو مضمون الرسالة الجزء اللي بعد كده بيسموه sign off او بيسموه closing اللي هو الخاتمة او النهاية وبنختم بعد كده بالسيجنيتشر اللي هو التوقيع اللي بكتب فيه the standard name اللي هو اسمي اللي هو الرسالة حسنت مستر عادل ننتقل لبيجي نمبر 5 مع مستر علاء عادل فضلا مستر choose the correct answer in space emails you don't need to worry as much about structure and tone هنا في الجاب سؤال بيقول عايز يعرف في أنهي نوع من أنواع الاميلات احنا مش محتاجين نقلق بخصوص structure او tone structure اللي هو التركيب بتاع الجملة او الشكل الجملة او الاسلوب tone هنا بمعنى اسلوب مش بمعنى نغمة هل احنا ممكن نقلق بخصوص friend الاميل ولا formal email ولا informal email ولا الاثنين a و c طبعا يا جماعة المفروض احنا مش بنقلق خالص في بأي شكل من أشكال لو أنا بكلم مع حد صحبي او اللي هو الشكل اللي هو طبعا يكون informal informal email طب الinformal email ده ممكن نسميه برضو friendly او نسميه برضو casual تمام يبقى طبعا الإجابة هتبقى number letter d number two suppose you were to write an email to a government agency you'd write a or an space email طيب احنا هنا بيفترض انك هتكتب email لمؤسسة حكومية او هيئة حكومية هل انت هتبقى هتكتب email بأني شكل هل هيبقى email friendly ولا email informal ولا formal ولا A و C طبعا هنكتب يا جماعة طبعا الإجابة هتبقى letter d a b اللي هي formal formal email عشان بنكتب طبعا government agency page number six the format of the email عندنا هنا بيتكلم على header part of the email اللي هو اول حاجة from line اللي هو عبارة the email of the email address of the person who sent the message تمام وبعد كده عندنا to line اللي هو طبعا recipient او receiver بنسميه recipient او receiver بعد كده عندنا subject line اللي هو بيكون عبارة the most important part of the email وهو ده بيكون بيلخص it summarizes the topic بيلخص المضمون بتاع ال email لازم يكون هو بيحتوى على الفكرة الرئيسية بتاعة ال email بعد كده عندنا زي ما انت شايفين كده الجزء الخاص بي grating أو salutation اللي هي طبعا بتبدأ بي dear عزيزي وطبعا بتختلف من informal email لل informal email تمام ممكن في informal email بنبدأ بنقول dear خلاص dear وبالاضافة الى ممكن نقول title بتاع الشخص المرسل اليه تمام اما في informal email مش محتاجة اقول dear طبعا غالبا بنقول hi تمام بنقول hi ممكن نقول hello ده بالنسبة للتحية بعد كده بيحتوى على الرسالة وبعد كده الخاتمة طبعا وبعد كده بنقول signature بتوضي لو توقيع send بنكتب فيه sender's name احسنت ننتقل لبيج number 7 مع مستر احمد عبدالعادر طبعا مستر طلاب مصر بصفة عامة طلاب بصفة خاصة انا عندي هبعت الاميل دلوقت انا عايز اعرف الاميل ادرس انا عندي from to subject انا ادخل على جزئية اللي هي كلمة to الاميل بتاعي بشكل عامل ازاي اللي انا عبعت له زي مثلا mr. mحمd 2000 at yahoo.com عايزين اعرف بصفة المسميات دي بتاعي بالضبط عندي mr. mحمd 2000 دي اسمها ايه اسمها user name اسمها كده وال a اللي هي لفة دي اسمها at دي الترميزة عندي كلمة com dot com اللي هي commercial علامة تجارية النقطة البعدها على طول هي subject الموضوع الموضوع ده شكل عامل ازاي انا انا عرفت الاميل address عايز ابعت اعمل ايه شكل عامل ازاي subject ده عندي رقم number one بيقولك it summarizes the reason for the message لازم تلخص الرسالة بتاعتك it appears in the email inbox بيظهر قدامك في اللي هيقرأ الاميل number four it shouldn't be too brief or too lency مختصر لا كبير ولا صغير مختصر يوصل لل message number five it should be clear لازم يبقى واضح طبعا number six it should be described the content of the mail لازم يوصف لي ال content وين حيط طبقا للناس ايه نقطة معينة للناس اللي بتنافس دولي كلمة content وليس content content معناها محتوى content معناها راضي equally satisfied the last one it should be direct لازم طبعا يبقى مباشر واضح جدا علشان أفهمه أحسن مستر أحمد ننتقل page number nine مع مستر مصطفى الفئي بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي according to the explanation of my respected colleagues طبقا لما شرحه الأساتذة الأفاضل محترمين choose the correct answer in the header of email يعني في رأس الإيميل you can see نستطيع أن نرى the email address the closing signature greeting phrase لو بخيرونا طبعا الاختيار المزبوط هي letter A the email address number two when you open your email in box you can see the subject line the closing the signature greeting phrase طبعا لما بيجي نفتح الإيميل in box بنشوف ايه طبعا the subject line ده بيبقى أهم حاجة اللي هو اللي في the concept of the message page number 10 طبعا في الصفحة رقم 10 في عندنا greeting salutation وال opener طبعا بالنسبة greeting والsalutation وال opener بتختلف من formal email عن informal email في formal email تمام بيبقى يعني شكل رسمي شوي فبنقول dear mister miss miss اللي هو title بتاع person اللي أنا بعتله ممكن يكون مثلا مدير شركة أو مديرة شركة تمام وبعدين sir name الله زي على سبيل المثال مثلا بعت خطاب رسمي لمستر أحمد مثلا dear mister سعيد تمام طب افرد ان احنا مش عارفين اسم الشخص ده يعني مش عارف اسم المدير الشركة if you don't know the name of the person you use بنستخدم dear sir أو madame لو هي madame تمام لو انا مش عارف احدد جيندر خالص اروح أي لئي بقى to whom it may concern إلى من يهمه الامر جميل جدا مستر مصطفى ننتقل بيت جورمبر 11 مع مستر محمد فتح البال نرجع لكم مرة تانية طبعا بعد الشرح الوافي من الأساتزة العظام طبعا عندنا نكمل دلوقتي اللي هو الشكل التاني اللي هو الانفورمال الانفورمال اللي هو التحية الغير رسمية لما بعد بقى صحبي ممكن أبعد بقى إيميل للفصل كل وأقول hey class أو hey أو sub كلمة sub دي سلانج يعني لغة عمية شوية في الـ في الإيميل اللي هو غير رسمي جامد اللي هي اختصار كلمة what's up يعني ظروفك عاملة ايه هي دي كلمة ايه sub وبقول hi برضو دي أو yo لما قول مثلا yo علي يعني علي كده يعني ايه دي طبعا سلانج لغة عمية أو بقول hello برضو ايه بقول برضو دي طبعا informal غير رسمي طيب ساعات بقى بقول مثلا على سبيل المثال بقول مثلا hey عمر مثلا كده أو we can say ممكن نقول كمان في informal hey علي أو or hey وخلاص يعني ممكن أقول أهلا ممكن أنا كمان أشيل خالص في informal الامر متسع جامد معايا وبقول كده we can omet احنا ممكن نشيل the greeting phrase اللي هي عبارة التحية دي خالص ممكن نشيلها خالص in very informal emails في emails اللي هي الغير رسمية أو اللي هي ببعتها لصحابي أو للناس القريبة لي طيب ننتقل كمان لبيج 12 عندنا طبعا دي exercise على الحتة اللي احنا اخدناها بيقول informal emails في emails الفورمال الرسمي we can greet by writing احنا ممكن نحيي أو نقدم التحية عن طريق ان احنا نكتب ايه dear my ولا hi ولا hey my ولا بيو سي طبعا هنا خلي بالك من الكلمة formal جت في المتحان التجريب السنة دي جت كده formal برضو نفس الكلمة formal والناس طبعا بس كان بيسأل عن closing اللي هي الخاتمة بس هو كان عايز formal مش عايز informal فتقل اركز جامد في كلمة formal formal هنا يبقى رسمي الرسمي في دولة زي ما احنا قلنا دلوقتي وقال مستر مصطفى ان في الرسم بقول dear my تمام يبقى الاجابة طبعا letter a طيب احنا عندنا في نمبر 2 بيقول we don't need to write a greeting لسه إيلا من شوية احنا مش محتاجين تحية مش محتاجين احنا نقول مثلا hi او نقول dear كده when امتى امتى مش محتاجين تحية تمام اول حاجة بيقول we write to a close friend when we write to a close friend لما تبعت لصديقك ايوة مش محتاجين تحية we send many emails to one person in a short time بتبعت له واحد كذا email في وقت صير your manager المدير بتاعك ولا a و c طبعا لاحظ هنا ان الاجابة الصح هي تبقى a و c لما تبعت لواحد كذا مرة مش لازم كل مرة تقوله ازاي يا فلان لأ بتبعت له على طول من غير ما تكتب ال a greeting فطبعا هنا الاجابة الصحيحة اللي هي letter d اللي هي a و c احسنت مستر محمد ننتقل بيجيو نوبر 13 مع مستر عاديل صبر الوقت يبدأ اللي هو المسيج بتاعتنا ازاي اكتب المسيج بتاعت الإيميل الخاصة بيا لازم الاول لك معايا لازم الاول اعرف ان في حاجة اسمها introductory sentence جملة المقدمة لازم ابدأ اول حاجة ابدأ بيها introductory sentence اللي هي جملة المقدمة طيب بيقول هنا ايه it contains the subject of the email for example i'm writing with regard to i'm writing in connection with i'm writing in referent العبارات دية طبعا انا باستخدم عبارات دا هي في تقديم الموضوع انا ببدأ بيها ابدأ اقدم بها الموضوع بتاعي وبعد كده ابدأ اتكلم في الموضوع المطلوب مني فوق طيب نقول تاني يبنى عشان اكتب معينة اول حاجة بيها ببدأ بحاجة اسمها introductory sentence اللي هي جملة المقدمة بعملها ازاي ببدأ طبعا العبارات دية ببدأ بيها كلامي عشان ابدأ اقدم بيها الموضوع بتاعي طيب ننتقل بعد كده النقطة اللي بعد كده بتقول ايه بتقول لو انت بتكتب الايميل بتاعك عشان تبعت معلومات معينة بتبدأ كلامك بايه ببدأ كلامي بالتعبيرات اللي جاة دية ايه بقى تعبيرات دية انا بكتب لك حتى اتيح لك معرفة واكمل الكلام بتاعي بعد كده طيب يعني انا مسرور او سعيد ان انا باغبرك واكمل بعد كده الموضوع بتاعي يقيم اقول طبعا طالما جاء وراها تو بيكون معناها ام سوري مش معناها هنا ينم معناها اما اقول انا بكتب الايميل ده لازم يا جماعة لازم ان احنا نتجنب استخدام الابريفييشن such as ax st برضو لازم برضو نتجنب استخدام contractions اللي هي كلمات المختصرة زي isn't i'll won't وبرضو لازم نتجنب اللي هي اللغة العامية زي sub you gonna تمام وبرضو بنتجنب برضو استخدام الامبراتيب فورم اللي هي صيغة الامر تمام عندنا في الانفورمل ايميل اللي هو طبعا an informal ايميل may not even use complete sentences or proper grammar يعني هنا المفروض في الانفورمل ايميل احنا مش لازم مش مضطرين نستخدم جمال كاملة او grammar سليم 100% تمام وممكن نستخدم الابريفييشن ممكن نستخدم contractions ممكن نستخدم برضو اللي هي اللغة العامية تمام ننتقل لبيج number 16 choose the correct answer number one i'm writing to go on our school trip at only two weeks will be camping this can be found in a or an space ايميل هل يا جماعة الجملة دي الصغة دي ممكن نلاقيها في انا نوع من انواع الاميلات هل تبقى موجودة في الفورمل letter a formal letter p informal letter c precise letter d professional طبعا precise معناه دقيق او مضبوط طيب وعندنا professional طبعا محترف طبعا احنا عندنا احنا شايفين فيه contraction عندنا في الجملة طبعا تلقائيا احنا سائلين دلوقتي ان contractions تمام موجودة في informal email يبقى الاجابة طبعا letter p informal number two unfriendly emails you can see في friendly emails احنا ممكن نشوف ايها جماعة في friendly emails هل ممكن نشوف contractions اعتقد طبعا ممكن نشوف الثلاث اجابات مع بعض يبقى الاجابة طبعا letter d a p and c احسن تمسر علي ننتقل بيج number 17 مع مستر احمد عبدال قدر اذا انت خلصت خلصت الموضوع اخر ستختم الموضوع بclosing sorry closing خلي بقى لك النطق بتاع كلمة closing او sign off او out نختم الموضوع اذا لدي impression كويس لو email former رسمي يعني لي صحبي ولا قريبي ولا حد يخصني استخدم نفس الكلام ادي لو اختم الموضوع regards best wishes yours faithfully kind regards or yours sensory ده لو شخص انا ما عرفوش خالص بختم الموضوع معاه لو هو رسمي بالشكل ده لو الموضوع صديق قريب حبيب يعني relative friend شخص لك علاقة فيه rapport بينك وبينه علاقة يعني تختم الموضوع بتاعك chairs chairs زيعة بالمناسبة لها معنى ثاني معنى صحيح بس هنا معنى ايه go bye في take care ممكن تختم موضوع بbye ممكن تقول say you later او say you later زي ما بينطقوها لا نطقين لو جينا قلبنا الصحف شوفنا سؤال choice كده at the bottom of the email you can see the signature of that في اخر الاميل بتشوف ايه اكيد هتوقع sender اسم الراسل اكيد اول واحدة number two if the email begins with high اول ما الاميل بتاعك بيبدأ بكلمة high اكيد انها تنتيب كلمة love جميل جدا مستر احمد ننتقل لبيج number 19 مع مستر مصطفى الفئي دلوقت يا جماعة هناخد general exercises on email writing طبعا اول سؤال number one عجبنا اول سؤال ده بيقول readers don't overlock your email if the subject line يعني القراء مش هيقدر يغمضوا عنيهم عن الاميل بتاعك او يتجاهلوا الاميل بتاعك overlock بمعنى ignore your email if the subject line is clear isn't vague suggest this exactly what you are writing ولا كل الاختيارات دي صح طبعا كل الاختيارات دي كل synonyms البعضها is clear يعني واضح isn't vague ما فيش فيه غمض suggest this what exactly what you are writing يبقى كلهم صح يبقى letter دي دي اجابة السليم number two if you wanted to share things with your co-workers you write you write a or n space email لو انت بتشارك زملائك بيميلات طبعا زملائك في العمل يعني مش هتكتب formal هتكتب informal تمام يبقى هايبقى هايبقى المغزى space email space can be scapped informal emails طبعا هنا معنى الجملة ان احنا ممكن نستغنى عن ايه في الinformal emails يعني ما نحطوش ايه اللي ما نحطوش هنا address العنوان subject line اللي هو العنوان الرئيسي بتاع الاميل الموضوع بتاعه ولا salutation اللي هو التحية أو greeting التحية بتاعته ولا two line اللي هو انا ببعت لي مين طبعا انا قلت وانحنا بنشرح دلوقتي اللي في الinformal انا ممكن نستغنى عن ايه عن salutation تمام زي ما انا سمعكو وبتقولوا كلكو salutation اللي هي التحية طيب number 6 بيقول to write a good email عشان تكتب email كويس you shot انت لازم ايه use an appropriate greeting تستخدم تحية مناسبة ولا introduce your topic ولا تقدم الموضوع بتاعك كويس يعني تكتب عنوان واضح للموضوع بتاعك لو الاميل بتاعك add details ان انت تضيف تفاصيل to your topic in a short paragraph ان انت تدي تفاصيل في الموضوع بتاعك ولا all answers are correct تمام زي ما انا سمعكو برافو عليكو اللي هي all answers are correct كل الاجابات صحيحة تمام طيب ننتقل بقى دلوقتي لpage 22 طبعا طبعا في سؤال بتاعنا او جزء التاني من الحلقة اللي هو سؤال translation زي ما احنا شوفنا في الامتحان اللي هو التجريبي ان جاننا طبعا جملتين جملة english والتانية arabic وجايب لنا choice اول مرة نشوف اللي choice في translation طبعا زي ما لاحزنا بالزبط وناخد الفنيات طبعا في translation بالاسلوب الجديد وبالطريقة الجديدة ان انت بتبص على translation هو بيكتب لك كل الصيغ صح غالبا وبيبقى فيه كلمة هي مختلفة في كل الايه في كل الصيغ او كل اللي هو جايبها لي فشوف بقى انا الجملة بتاعتي انا عايز ايه طيب ساعات كمان بيبقى فيه كلمات الكلمات دي بيبقى ميديك كذا كلمة وفيه كلمة مش موجودة فيهم لا لا انا لازم اركز ان كل الكلمات تكون موجودة ثالث حاجة ان هو ممكن يستخدم لي الزمن يغيره يعني هو مثلا جايب في الجملة مضارع وهو جايب لي ماضي وجايب لي مستقبل لا انا زي ما هو عايز انا اختار هو جايب لي ماضي تمامي بقى اختار ماضي مستقبل بقى اختار مستقبل طب تعالا بقى نشوف عملي على اساس الجملة بيقول كده money is the root of evil it's considered the main reason for deviation addiction and committing crimes and even wars among countries طبعا هنا المال هو طبعا اصل الشرور يعتبر السبب الرئيسي في الانحراف والادمان وطبعا ارتكاب الجرائم and even wars among countries لو انت لاحظت كده وشفت الجملة دي تقريتها كذا مرة والاجابات قدامك هتشوف ان الاجابة الصحيحة الوحيدة اللي هي جيم اللي هي الاجابة الثالثة ان المال اساس الشر فهو يعتبر السبب الجوهري الجوهري هي هي الرئيسي فيش مشكلة في الانحراف والادمان وارتكاب الجرائم في فوقيها الجرائم لا انا مش عايز الجرائم انا عايز ارتكاب الجرائم زي ما مكتوبة وحتى الحروب بين الدول يبقى الاجابة اللي هي الثالثة جيم بعد ما تقرأ كويس وتشوف الايه الاجابات بتاعتك احسن انت مستر محمد ننتقل البيج نومبر 23 مع مستر عاديل صور عزيز طلاب طبعا سؤال الترجمة بالشكل ده مش محتاج مننا غير تركيز شوية تعال نشوف مسال التاني بيقولي ساهمت التطورات الطبية في خفض معدل الوفيات طبعا واضح جدا من اربع اختيارات ان الليتر ايه هو الاختيار الانسب اللي هي اول اختيار عندي اللي هي مستر اول حاجة لانها ثانيا ان الكلمات اللي موجودة في الجملة مناسبة للمعنى اللي موجود عندي هنقول بقى ايه هنقول وعاز برضو اوضح حاجة مهمة جدا ان من التعبيرات اللي بيتبعها ناون او بيتبعها جيران مضاف له طيب ننتقل بعد كده لسؤال نومبر 3 بيقول ايه بيقول هنا بقى محتاج مطلوب مني اترجم from english into arabic بيقول 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 اعتقد هنا الاختيار الانسب هيكون الاختيار او اختيار رقم جيم اللي هو هاقول الناس العفاء لا يصرقوا حتى لو سنحت لهم بالفرصة لفعل ذلك دون ان يقبض عليهم اعتقد ان اختار الثالث وانسى باختيار للترجمة اللي عندي احسن انت مستر عادل ننتقل لبيرج نومبر 25 مع مستر علاء عادل بيرج بيرج نومبر 20 الحفاظ على البيئة مسؤولية كل فرد في المجتمع ولذلك يجب علينا ان نشارك في حمايتها من التلوث عندنا هنا اربع اختيارات هنلاقي كلهم تماما يعني قريبين لبعض لكن هنا هنلاقي اخر كلمة جايب لي في لتر ايه اللي هو السكان طيب هو اخر كلمة في الجملة بتقول التلوث طبعا التلوث تمام طيب يبقى بوبوليشن غلط يبقى لتر ايه كده بره الموضوع خالص عندنا لتر بي بردو جايب لبردو بوبوليشن اللي هو طبعا السكان بردو بره طب لتر سي جاي اخر كلمة في الجملة بيقول بوليناشن ودي معناها التلقيح طبعا اجابة طبعا خطئة هنشوف كده لتر دي نبص على اخر كلمة هنلاقي كنتاميناشن وطبعا اجابة سليمة مية في المية نشوف بيتش 26 هنا عايزين نترجم من اللغة الانجليزية اللغة العربية هنبص كده مع بعض هو بدأ هنا جملة الجملة بيقول يتم تنفيذ الكثير من المشروعات وجملة باسف تمام الجملة باسف حولنا تنفذ كده بدأنا بالفعل عشان الجملة طبعا يفضل باللغة العربية نبدأ بالإيه بالفعل فقلنا يتم تنفيذ الكثير من المشروعات طب هنبص فوق كده في الجملة عندنا طيب طيب معناها زراعي معناها صناعي طيب هو اول في اول جملة بيقول الزراعية والاقتصادية يبقى كده الزراعية والاقتصادية مش موجودة أساسا مش موجود اقتصادي تمام يبقى اول اختيار طبعا مش هيبقى مظبوط طيب الاختيار به برضو كات بيقول الزراعي والصناعي برضو مش معندنا صناعي تمام طيب نشوف الاختيار جيم بيقول يتم إنشاء الكثير من المشروعات الزراعية والصناعية في صعيد مصر طيب الزراعية والصناعية مظبوطة لكن هنبص كده في آخر الجملة بيقول زا سيتزنز طيب زا سيتزنز دي معناها إيه طبعا للمواطنين تمام للمواطنين تمام يبقى الإجابة طبعا احنا كده في حاجة احنا كده طبعا الإجابة طبعا هتبقى الإجابة نومبر رقم به هي الإجابة السليمة ما خدش بالي مكتوب الزراعية والصناعية فعلا هتبقى به فعلا الإجابة به هتبقى الزراعية والصناعية عشان بيقول للمواطنين تبجيم لأ ليه عشان هو كاتب للشباب وطبعا مكتوب هنا زا سيتزنز معناها المواطنين تمام نغيل جدا للمواطنين ننتقل لبسجي نومبر 27 مع مستر أحمد عبدالقادر عشان نترجم يا جماعة صح ونخلص من الترجمة 100% لازم ناخد بالك من كازة نقطة مهمة جدا أول حاجة تاخد بالك من يعني يعني كلمة ومصحبة كلمة يعني مثلا ميك مستيك ولا دو مستيك لا لازم تاخد بالك ميك مستيك لازم تاخد بالك من البروزيشن لو حاب يصعب عليك شوية هيلعب على حرف الجر البروزيشن عارفين الإنجليز معروفا أنه هو لغات حروف الجر وتاخد بالك من التنس ودي أخطر حاجة في الترجمة الترجمة شبه بالعرب كده مستر أحمد اللي هي البلاغة يعني عايز التركيز عالي جدا تاخد بالك بصفة خاصة من التنس التنس ده مهمة جدا جدا لأننا عندنا في العربي زمنين تلاتة الإنجليز فيه أزمينا كتير جدا وأخيرا تاخد بالك من الاسبالينج الاسبالينج ده أخطر حاجة في الترجمة يعني مثلا عندي بوي وعند بوي في بوي ولد وفي بوي تانية معناها عوامة حاجة تانية في حرف اليو قبل حرف الأو عندي بات اللي هي سيء وعندي بات بتقيلة الكلمات المتشابهة عندي بيل وعندي بيل الحرف الواحد ممكن يدمر وأخيرا لو نوعنا مستر عادل حرف التو مش كل تو وراء انفينيتف عندي تواك كتيرة جدا جدا بيجي بعدها جيرا ودي أخطر حاجة زي contribute to object to وأخيرا كلمة مثلا oppose to أو look forward to اللي احنا خدناه في إعداد تعالوا نبص على المثال بتاع الترانسوليشن ده تنظيم الوقت والعمل الجاد هم أساس لأي عمل نقوم به طبعا أساس كلنا حفزنا ثلاثة سنة وكلو معرفينها اللي هي كلمة إيه foundation فالسؤال أجد الترجمة أول واحدة بلا شكل organizing time and hard work are the foundation of any work we do اسمها work بالمناسبة مش work الترجمة التانية اللي هي 28 is the last one religious tolerance is what characterizes life in Egypt where Muslims and Christians ممكن نقول على Christians وممكن نقول على Christians up to you live together in harmony خالي بقيت من كلمة harmony دي البريتش بنطعي مستر أحمد harmony لكن إن أمريكا بنطعي حرف الأر harmony معناها تناغم انسجام طبعا الإجابة واضحة جدا رقم به التسامح الديني هو أهم ما يميز الحياة في مصر حيث يعيش المسلمون والمسيحيون في انسجام انسجام يعني harmony جميل جدا مستر أحمد أنتقل لبيتجي نومبر 29 مع مستر مصطفى الفي في حكمة بروفيرب في الترجمة بتقول لو معرفتش تترجم ببساطة يبقى إذن أنت ما فهمتش الجملة صحة بأبو درجة كافية يريد تحطها في اعتبارنا الحكمة دي جامد جدا جدا الجملة لازم أن نترجمها كويس نحدد زي ما قال مستر أحمد نحدد الزمن بتاعها كويس جدا جدا وبناء على كده بيتم الاختيار الصحة في الترجمة الرقم 8 لقد قامت الحكومة ببناء شبكة طرق عملاقة مما أدى إلى انسياب في الحركة المرورية هنا هترجم من اللغة العربية للغة الإنجليزية يبقى إذن أراعي اللغة المنقول إليها وهي اللغة الإنجليزية تمام؟ اللغة الإنجليزية بتتميز بأنها بتبدأ بـ وفيرب وبعدين فدور على السبجيك لقد قامت الحكومة من اللي قامت الحكومة؟ يبقى طيب إيه تاني؟ هحدد الزمن تاني جزء من أجزاء الجملة طيب إيه اللي هحدد للزمن هنا؟ اللي قد قامت لما تشوف لقد أو قد تشوف تبص على الفيرب بالعربي الفعل اللي بالعربي اللي وراء منها لو لقيته ماضي وما فيش كلمة بتدل على الماضي يبقى على طول تدور على present perfect اللي هو المضارع التام لقد قامت الحكومة لأن الحكومة قابت ببناء شبكة طرق عملاقة في الماضي ولسه بتوقمها لحد دلوقتي يبقى حدث تب في الماضي ولسه له أثر يبقى present perfect على طول يبقى هاجر على الاختيار اللي فيه present perfect وأعتقد أنه مفيش ولا واحدة فيهم فيه present perfect إلا number B or letter B The government has built a huge root network which led to traffic flow يبقى دي الإجابة الصح نخش على رقم 9 الجملة في جملة رقم 9 بتقولك هنا from إيه بقى from English into Arabic يعني هنعمل vice versa العكس يبقى إذا أراعي اللغة اللي بنقول إليها وهي اللغة الإنجليزية وهي اللغة العربية أراعي اللغة العربية لأن أنا بنقل من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية يبقى براعي اللغة المنقول إليها practicing sports helps people get rid of stress boredom and depression imposed on them through life conditions خلي بالك بقى أنا عايزك تخلي بالك من القواعد اللي أنت درستها أنت درست حاجة اسمها Irrelative Clause تمام خلي بالك إن هنا في جملة جميلة جدا جدا عجبتني جدا بيقولك practicing sports helps people get rid of stress boredom and depression المفروض which are imposed هحزف which مع R اللي هو Irrelative Brudowin وأبقي على imposed اللي هو في محل مفعول يبقى معناها مفروضة يبقى إذن الإجابة الصحة تبقى number اللي هو الرقم تساعد ممارسة الرياضة الناس في التخلص من التوتر والملل والضغط المفروض يعني المفعول عليهم من خلال ظروف الحياة يبقى دي الإجابة الصحة يبقى إذن ما بصش للترجمة على أنها ترجمة وخلاص لا ده أنا بحقق كل القواعد وكل اللي أنا درسته طول السنة أمال إيه لازمتو الجرامر وكل كلام دوت مش مجرد اختياراته وخلاص شكرا أحسنت مستر مستر مصطفى مستر محمد فتح البال في دقيقة كده لو عندك أي رسالة سريعة للطلبة بتاعتك بالإضافة لو أي حاجة بخصوص المستجددات بالنسبة للآيتيمز بتاعته اللي بتاحان سوكي جوهات تمام احنا طبعا بوجه رسالة لكل الطلبة طلبة مصر وطلبتي وكل الطلبة طبعا لازم في الفترة ديت انت خلاص عملت اللي عليك زاكرت طول السنة المواصفات مش بقدينا ظهرت في الآخر تمام احنا بناخد على المعطيات الموجودة دلوقتي ظهر ترجمة قدينا بنتعامل معاها وأظن السؤال الرايتنج هو سؤال مضمون جدا يعني هو زي ما انت شايف كده احنا ما خدناش فيه حاجة بسيطة ما كملناش حلقة فيه يعني 50 دقيقة خلصنا كل اللي احنا عايزين نقوله والموضوع سهل جدا بس ايه ما تنشنش نفسك في الفترة ديت خالص كمان انا بوجه رسالة لأولياء والأمور انا مش عايز ان انتوا تضغطوا ولادكوا في الفترة ديت هم خلاص الحمد لله عملوا عليهم زاكروا وتعبوا احنا عايزين عليهم بشويش الفترة ديت ان احنا نشجعهم اكتر ان نكون معاهم اكتر نديهم بوزيتف انرجي يعني طاقة ايجابية ونحاول ان احنا نسندهم في الفترة ديت احنا بنحاول ان احنا في الفترة ديت لكل الطلبة ان انت تحل تركز على الحل بالنمط الجديد تحل امتحانات كتيرة لو في حاجة وقفت قدامك انت معرفتهاش مش مشكلة عادي عرفها احنا دلوقتي لسه في فترة اعداد للامتحان احنا ما خلصناش لسه مش انا شوف حاجة وسؤال معرفتش حل ويبقى خلاص انا هجيب درجة وحشة انا مش عارف انا مش مذاكر لا خالص مفيش حاجة احنا دلوقتي في فترة اعداد فلازم ان احنا نسق كده تسق بالله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى هيقدر تعبك في الآخر ان شاء الله وان شاء الله في توفيق دائم بإذن الله شكرا مستر محمد مستر عادل سوبر لو عندك اي رسائل طبعا مش حضيف كتيرا طبعا مش حضيف كتيرا مستر محمد كل اللي محتاج اقوله بس ان سؤال في الشكل الجديد اللي هو شكل مش محتاج مننا الا تركيز شوية مش اكتر ان شاء الله موفقين اي وش يو اي وش يو زبست سعينك سمستر عادل مستر علاء عادل تحبت وليل طلبة عدك احب بوجه رسائلة لكل طلاب مصر وطلاب بصفة خاصة ان الفترة دي فترة مذاكرة والفترة دي نحل كتير زي ما بنقول كده يعني ممارسة بتقدل اتقان طبعا نحل كتير ومحدش عقد نفسه لما يلاقي فكرة جديدة مش عارفها ولا عارف يا معناي ايه اول مرة تشوف يقابلها فيبدأ اتعقد اقول انا خلاص انا مش هعمل حاجة طبعا الكلام ده مرفوض انت ابدأ اسأل لو حاجة مش عارفها اسأل مدرسك اسأل اي حد بحيث ان انت ما توصلش للدرجة ان انت تبقى يائس وتبدأ تخاف من الامتحان وتبدأ انك انت تفقد ايه اعصابك وتتوتر قبل الفترة العصيبة او الفترة المهمة اللي جاء دي وبتوفيق يا رب ان شاء الله واتمنى لكم كل نجاح وتوفيق بإذن الله شكرا مستر الله مستر رحمد عبادر لو لديك اي نصيح للطلاب بتاعتك تسوكي جواي والله انا عندك حاجة كتير بس انا اختصر يعني فضل هو الطالب دلوقت محتاج دعم نفسي طبعا في الفترة الحالية ام عمله عليه ام شطار جدا انا شايف ان ام اكتهدوا جامل جدا بصراحة وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انا بقول لهم جملة مشهورة جدا عند الاجانب يا مستر رحمد انا بقولها لنفسي قبلهم على فكرة كل ما يكون فيه ارغضة كل ما ربنا بيكلمك ان شاء الله زاد ست جاملين مستر رحمد مستر مصطفى الفئي اتفضل يعني يا كلمة واحدة بس اقولها لكل الطلاب تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله تمام واخدوا الامور ببساطة وانت عملت اللي عليك ويسيب الباقي على الله سبحانه وتعالى وكل سنوات طيبين وتمنى لكم ان شاء الله نتيجة موفقة ومستقبل باهر ان شاء الله شرفتونا وحلقة من الحلقات الممتعة وان شاء الله نتمنى ان شاء الله هنشوفك في حلقات قادمة وتمنيات القلبية التوفيق والنجاح لكل طلابنا شكرا لكم جميعا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة